طيب زي ما عمر قال كده انك جيتي في اخر مباراة الجولة الاولى خسرتي وبعدين بعد كده في الجولة التانية والتالتة فستي احنا عارفين ان اي رياضة في العالم فيها مكسب خسارة وعمر الخسارة ما كانت ايدانا للشخص وعمر ما حد كان بيعتبر ان الخسارة انه يعني ارتكب خطيئة مثلا لا دي حاجة طبعية وبتدل على ان فيه قصور حصلت في المتش الاهم من ده انك تستفيد من القصور اللي حصلت وانا معجبة جدا بيك لانك استفدتي في نفس المباراة انتي فستي في الجولة التانية والتالتة بعد الخسارة عايز اعرف حسيتي بايه لما خلاص حاسة كده ان الحلم هيديع منك قبل ما تجاوبي معلش هضيف على كلام فقط ما حاجة عارفة لما تكوني مثلا منتخب مصر بيرعب كرة قدم اكتر يعني اكتر لعبة فيها متابعة ونكون مغلوبين مثلا ايه تلاتة واحد وفجأة متعادل ونجيب الجول الرابع وايه وكسبنا عارفة الاحساس ده بيبقى حماسي جدا فيه تحول حصل في المطش فدي برد حاجة حتى بيمر بيحسبيه فانا عايز افهم بقى احساسك ايه وعملتيه ازاي واستعدت طاقتك وليقطك وادائك ازاي هو اصلا في البداية في الجولة الاولى لما اخدنا الراحة هو المطش بيبقى عبارة عن تلات جولات والجولة تلات دقايق فبعد نهاية الجولة الاولى الكابتن قال لي ان انا خسرنا الجولة الاولى فانا استغربت للمطش الاخير او فانا استغربت لها ازاي ازاي انا كنت خسرنا او انت اصلا اتفاجئتي بالخسارة انت مكنتش متقطعة اما هي بوينت مش ضربة قضية يعني صح يعني انت كنت خسرنا في النقط بوينت ايه فانا كنت مستغربة ازاي خسرنا وقال له ايه خسرت ازاي فقال لي ايه دي هنعوض ان شاء الله لازم نركز وانا فقط دلوقتها افتكرت الحلم بتاعي يعني انا جيت هنا واني ده مطش البطولة دل انا جيت هنا عشان الحلم بتاعي حقا وفقوم اخسر كده بالسهولة دي اكيد طبعا ودي نقطة مهمة جدا انك لأ يعني مهما حصل ما تتنزلش عن حلمك هتقع وهتمر بالعديد من الصعوبات والتحديات بس لأ كم الحلمك ونتي كنت رايح عشان حلم معين فعايز اتحققيه زعلتي اه بس الحمد لله حققتي الفوس في النهاية الحمد لله كان المنافس لك او المنافسة يعني لك كانت جنسيتها ايه كانت من الجزائر من الجزائر او احيان طبعا لأهل الجزائر شققنا يعني ولكن الحمد لله احنا لكسبنا الحمد لله انت كنت بقى متوقع في البداية خالص قبل البطولة اصلا كنت متوقع انك توصلي لأولمبيات باريس 20-24 ولا لا ايه يعني انت كنت متخيلة انك هتفوزي خلاص وتتأهد ايه طبعا لان ده كان حلمي والهدف بتاعي ان انا عاوز اوصله ايه فيا يعني انا اشتغلت كتير على نفسي وتمرنت اكيد بيتوفيق ربنا ان شاء الله كنت هكسب اكيد وانا مابلنا انا عايز قاليك سؤال شوية متخصص شوية طبعا الالعاب العليفة انتعرفة او زي ما احنا بنيشوف في الافلام او حتى في الماتشاطة الحقيقية بتاعة هزة الالعاب زي الملقمى مثلا ايه الالعاب القتلية يعني ببقى فيها إصابات ببعض احيانها بقينا انا عارف ان في حاجات سيفتي كده حاجة للوش حاجة مش عارف للكوع للرجبة حاجات كده معاناة بتلبسوها بس وارد جدا يحصل اصابات احكيلي كده عن الحكاية دي ايه بتعملي ايه عشان تحمي نفسك من الاصابة لو لا قدر الله تعرضت الاصابة كانت ايه مثلا اغلا بنكون نابسين واكي للايد بيبقى فيه تحت الجلافز يكون فيه بنداج ده بيحمي الايد بنداج ده حاجة كده اللي بتتربل تقريبا اه ده اللي بيتربل وبيكون فيه الهيتجارد ده واكل رأس والجمب واكل الاسنان وبندهن فازلين على الوش عشان ثبوت حلو ايه الفازلين ده بيعمل ايه معلش حلو اوي استني انت عارف سفازلين بيعمل ايه لا اكيد بيحمل وش من ايه ازاي انا من عايزة فاها من ايه ازاي انا من اعزة فاها الى والله لا لا ابو هذر طبعا ولا عرف اي حاجة عن الملكن طب الفازلين ده ايه يعني علشان ايه يعني عشان لو فيه مثلا بوكس قوي او جامد والوش من غير فازلين فممكن يدي حلق او كده ممكن يحسن اصابة بس ما تبقاش خطر اه طب حلو والله ده تفكير لطيف جده